السلام عليكم البنات كديري لبسايا لكم تنتم بناتكنوا كاملين باخر على الاخر اليوم ان شاء الله البنات كيفما وعدتكم في البلاتويات المارحين فاليوم ما هدينا هدروا مع بديتنا البلاتو الثالث هدي يكونوا فيه ثلاثة انتبه الاقتراحات السهلين واقتصاديين لمبتديات هدينا عطيكم الأثمين بالنسبة البنات اللي تبغوا ياخدوا لي كومونت و هدينا عطيوهم طريقة كيفاش هدي يحتفظوا بهم في المجميد اه غادي نعطيكم الأسرع برشي نجحو معكم في تبع الفيديو من الأول حتى الاخر متنسوش تدعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجوا بجميع مواقع التواصل اللي يجي معينتاكم في الانستجرام في الواتساب وفي الميسانجر هكا باش تساعدوني البنات و غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الروابي تنتوع الموم اللي حتلي حضرنا الليولين بالنسبة البلاتو اللي اللي وماعدو اه تصوروا البنات او ما تصوروا كان بحشوات اللي جداد وبالنسبة البلاتو الثاني اللي كان حتوى بحشوات اللي زوينين فغادي نخلي لكم كل شيف صندوق الوصف دوزل طريقة تحضروا المقادر فبالنسبة المقادر البنات غادي نبدو اول حاجة بمقادر هادو كل ميني بستيلر المرضي اللي غادي نحتاجو فيه 300 جرام متاع تدجاج شوية متاع الملحة شوية متاع البزار اوراق سيدناموسا جوش دريسات نتوي التومة دعها تحضروا قشور الكروفية اللي ما عندوش غادي استغنعة ليوم واللي عندو البنات غادي تتحضروا قشور الكروفية مع هد المكونات كل هم تتصرقو مع الجنش تندجرو شوية هكا واحد لحفنانه تحضروا قشور الكروفيت و تنخلى هتتي سلق مع هكا الجنش صافحية الضجج تندوجها تندزta نضيف مقيلة في الفلة حمراء وخضراء مقطعين صغر نضيف زيت و ملحة و الكمون ملقنة المطرد و الحمير و شوية الفلة حمراء حراء و شوية المعدنس ثم نضيف زيتم ينافس المطاح و أني نضيف أيها الوضع نضيفك revell تكون مهيلة ومع التحريك المستمر باش ما تتحرقش لينا التبزير وتعطينا ما داق اللي هو خعيب دا بتان جيب واحد مية وخمسين جرام تاع الكروفيت اللي مقشر وتان ضيفو على هادوك الفلاف الالوان وتان خلط مزيان داك الكروفيت وورا دغاية تتسوطة البنات ما تحتاجش لطياب بزاف باش تيبقى كطري وتيبقى ما داقنت عزويين في البساطلات نتوعنا من بعد ما تسلق الجاج هادين جيبو وغادين نفتتو هنية الفلاف الالوان والكروفيت هاوما في المقيلة نفس المقيلة نبدأ نفتت فيها هاداك الدجاج اللي اللي تسلق من بعد ما تسلق من طبية الحرة صفيتو الزيتو غير هو وخلي تدوك شور الكروفيت في داك المعرق وصفيتو صفيت هاداك المعرق مزيان فوحت شبكة واحتفت بها داك المعرق قوة هادا حطفت بكاس نتع المعرق نتع العلبة تناخد هاداك كاس المعرق تنضيف عليه جوجة المعرقية اما نتوع النشا او اللي تعد الطحين او تنضيف معلقة كبيرة من تعد الزبدة هادي سلصة اللي بيش عمل تعتلي مع قازات على البنات تدجي السالة وناجحة كالو مبتدي قبل ما تبدو تديروا الزبدة لليلولا وتضفو عليها حينو تخليوا تيغلى معاديك الزبدة على تضفو المعرق هاكا سالة تدخلطوا كل شي مرة واحدة تطردوها فوق البوطة مع التحريك المستمر حتى تيعقد سأبدو عن الجاش تطلاق ب Looks يدفو إلوان و الكرويفات اضفنا عليه خمسة القطعة انتوع في فرم Loled اللي عنده الفرمج مربع فهم من الأفضل هاداك كرية لبنات انا ما عندجيش درت فقط فرمج material وتنضيف السلطة البشاملة تنضيف جوج Gel Googolq وتنحرك تنحرك هذا الخاليس مع ذوك المنكونات و تنشوف الى اول تعلكت لي بدوك جرل مع القراءة تنوقف ما تتعلكتش تنبدا نضيف صلصة البشاميل شوي شوي المهم حتى يتعلك هذك الخاليس تشط لي واحد صلصة البشاميل تنحط فضبها جانبا غادي نوريكم من بعد لاش ما عادش تضيع هنا ينته ناخد الزيت تنضيف عليها الفلفلات توم بودر و شوية الملحة باش تنبننها و فلفلات حمرة باش تطعطيني اللون لهادوك البساطلة تنتوعنا هنا هالبناس غازية معاكم شوي بشوي باش تشدو مزيان و باش ما تقولوش ليه ما فهمناش شي حاجة مريم فكل شي تنشرحو بشوية وبالتدقيق و مرحلة مرحلة تنحاول نرتب لكم الفيديو باش يكون سائل عليكم في الشرح و ضغيات الصعبة سوف تنقطع الورقة على الاربعة دائما بالنادرة قاعدة نخدمه بالورقة نتعة البخار لاش حنت تتبقى في المجمد لمدة طويلة فانما بغيناها تنجيب دوها ما تتخسرش وتجيب قرم شحص من الورقة العادية تنجيب اربع نتعة الورقة كل ورقة تنقسمها على الاربعة وتنجيب واحد الربع تنقسمه على جوج تنحطوه من الوسط وتنجيب دائما بجيك زويت المبننا بطوم ببودر شويت الملحة ولفف الحمراء سوف تنطوي بعد شكلها دا تنجيب الحشوة تنحطها في الوسط تنحاول نلقى دا على شكل مربع باش مني نجمع او لباش مني نطوي البساطلة نتعتنا تجيني على شكل مربع هذيك الحشوة ما تعدبنيش وما تجي كبيرة ما تجي صغيرة هكا البنات ما تنضيعوش الورقة ورقة وحدة تنقدمناها ربعة نتوع البساطلة تيجو صراحة صغير وورين ومتيح فيناكا في البلاطوية تيجو زويني اللي في شكل نتعوم ولا في المادا قنتعوم الصراحة والانسان تيدق من كل شيء هنايا غادي نوريكم المرة الثانية تنجيب الورقة تنقسمها على ربعة تناخد واحد اربعة تنقسمه على نص وتنحط هذك الجوز في الوسط باش تجيني البساطلة نتاعي ماشي ورقة واحدة تجي تتبين لا تيجي من الفوق نتعهم مغلفة البنات سوف يتنجمع تنطوي بشكل عادي ودائما تندهن بالزيت والفلف الحمراء باش تطع تنلوين زوين حتى تنكملهم تنديرهم في طاوة هاد اول كمية اللي خرجت اليوم كاملة فهذا الطاوة وتندينهم بديك زويتها مزيان تنكونش على الفران تندخلها تنمهل عليها مزيان العافية وتنخلها تطب من تحت حتى تطب وتتحمر عاد باش تنشعل عليها من الفقل بدنات تاخد اللون صفيح يدنا البساطلة سدابة غاد يندزو المملحة التانية بالنسبة للمملحة التانية ما تحتاج للعاجل للوال وتجسالة اقتصادية حتى يوم الأهم بأنها بنينا كتعتمدوها في البلطويات نتاعكم تحتاجوا فيها جوج بيضات جوج كسانة الحليب جوج المعالقو نص طوع التقيق يكونوا عامرين ميات قرامة الفرماج حمر محقوق الملحة البزار البصلة مجفة بالنسبة للبصلة مجفة ان شاء الله سنشاركها معكم في فيديو البنات تنصيبها في الدار اللي ما عرفتش تصيبها ستاخدوها من عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلوية راه متوفرة البنات خمسة دراما كتعتكم نية البركة و راه تتبع عند نزال خزالة اللي فريات الزيتون اللي حطت لكم الفيديو نتاعها اللي تتبع جميع مستلزمات الحلوية الصراحة هاد احط لكم عوداني الفيديو نتاعها في صندوق الوصف دخلوا شوفوا راه عندها التبزيرة كاملة و جميع مستلزمات الحلوية اللي بنات اللي بغيوا يتقدوا لرمضان هكلموا ملحات او للحلويات سوف تنضيف جميع العناصر تنضيف عليهم خمارة حمارة بنوزن سبعة القرام وتنحرك مزيان هاد العناصر هادو او لاد لببارة يدي تنحركها مزيان بتطرى بغير اليداوي وتنخليها جانبا تنجيب هناي المولات نتوع الكابكيك اي مولات عندكم بالنسبة اللي بنات اللي بغيوا يخدوا ماشي بالمولتاع السيليكون فغادي تاخدوا المولتاع الحديد تدهنوه بالزبدة تترشوه بالطحين باش ما تلسقش لكم اه عاد باش تنخدمو به هنايا هادينحتاجوا العلبة انتا تصدر تتكرو من المدخان را تدير تمنيه الدرانث بي مش يغاليه بنيسبة البنات اللي تخلعوه مدموم لحطرة مش يغالينا البنات فالولا خدمنا مية وخمسين جرام متاع الكروفيت بش حالقا مية وخمسين جرام متاع الكروفيت بش حالغا تتقام را والو يعني غير شي حاجه تبسط سدر تجاج كل مره طيري من تجاجها كبني نجيت نصفة واجل كل مره طيري منه واحد شوية سدر تجاجها تشي بالنسبة لبنات اللي تيبغيو ساي بولد يوروب اما اللي تيبغيو يبيعو را تيبغو تنوع في الحشوات و را تصورو فلسو انا تعطيكم انها جميع الاقتراحات سواء اللي بغا تبيع و سواء اللي بغا تخدم لوليدتها في دارها يعني 8 دراهم غادي تخدمي بها مملحة را مزيانة الفلف الالوان راتي يكونوا عندنا في الدار يعني عندي الفلف الالوان حمراء و خضراء اولا حتى الليمونية تناخدهم تنشحرهم شوية عزيز ما نكتروها شوية الملحة وتنجيبو المولات نتوع السيلو كون كي قلت لكم اولا المولات توع الكابكيك تنوزع هذا كصدر ديك المدخن تنوزع هادوك الفلف الالوان بغيتوا تضيفو حتى شوية عزيز سيبوليت بالنسبة لبنات اللي عندهم سيبوليت ما عندكمش بلاش اللي عندها المعدنوس غادي تدير شبيان ساعة المعدنوس اولا زيروهم كيف مادرتهم انا كتافيت بصدر ديك المدخن والفلف الالوان سوف يتنجيبها ديك لبباري وتنفرها من الفوق لبباري راقنا مخدوما بجوج بيضات جوج كيسانة الحليب يعني ايش حاجة الاقتصادية مياز قرام نتعة الفرماج حمر باش حالقاء على البنات ترى ماشي شي حاجة وممكن البنات اللي بايوخدموها تديروهم تنقصو على زيك مياز قرام الفرماج ما تديروش مياز قرام ديرها للا غير واحد شوية تقريبا نشري واحد خمسة درام وحكيها سوف تندخلوهم الفرن ما تنعمروش لمولات مزيان تندخلوهم تنشعلوهم حتى وما فرن الغاز من التحت سوف تندخلوهم تتحمرو من الفق هادي ندوزول العجين التالك اللي هادي نحتاجو لها او للموملحة تالتة اللي هادي نحتاجو لها كاس نتع الحليب دافي كاس لما دافي مصف كاس نتع الزيت زيتون او هلا زيت زيتون مخلطة مع الزيت النباتية شوية نتع الملحة معلقة صغيرة نتع السكر معلقة كبيرة او لجوج مع الكبار نتع الخاميرة الفورية تبقى على حساب الجو واش سخون او لبرد وإلا خدمتو بالخميرة المعجونة غادي تنقصو بالنسبة للخميرة المعجونة رات تتخمر لنا مش بحل هاد الفورية البنت هاد الفورية تتبغي وقت لي وطوال تتخد الوقت شوية بالنسبة لهذه العجين هاد الفورية يجي مقطن خاطر ممكن تستغلو في جميع المملحات اللي يصح لكم على بلكم البنت وعمرو بأي حشوة بغيتو هاد اخدو قيدو غادي ينفعكم من شاء الله في رمضان ينفقي نحيا بالنسبة تنخلطو جميع المكونات بالطرر باليدوي وتنضيفو الطحين بالنسبة للطحين تنضيفو شوي بشوي هنيا غادي نحيا يضطرر باليدوي وغادي نبدأ نجمع بيدتيه الطحين عينيكم ميزانكم ما غاديش نعطيكم القياس نتعوه للبنت تيبقى على حسر الطحين واش تيشرب ولا ما تيشربش العجين ما تيتدلكش فقط تنجمعوه ما تيكونش تلسق في ليد وتعندهنو بنيوم زيان بزويته تنغلفو ببلاستيكا وتنخليو هاداك العجين حتاتي خمر وتتضعف الحاجم تاعوه إلا كالجو برد البنت غادي تشعلو الفران وغادي تطفى وحتي سخن وغادي تدخلو البانيون تاعكم را اكد غيات يخمر لكم في ساعة بساعته أما إلا كالجو سخون را تتعجنوه تضرو واحد ربع ساعة قسمين را تتلقاه تطلع للفوق سفي هنا يتنخدو تنستعن بالطحين تنخرج منو بعد ذاك لهوا وتنستعن بالطحين ترش مزيان سطح العمل بالطحين ترش فوق العجين باش ما يلسقش ليه وتنجيب لك تنطلق العجين المهم ما يكونش رقيق بزاف باش ما تجيناش قاسحة وما يكونش غلط بزاف تاني المهم موين عينوكم ميزانكم سوف تنجيب قطعة دائرية بالنسبة القطعة الدائرية را تقريبا فيها واحد ثمانية سنتيم هي اللي فعل بنت بالنسبة المملاحات نتوال كاب كاك اللي خدمنا فيهم تقريبا واحد ستا سنتيم بالنسبة اللي بنت اللي تيبغوا بسانتيم بالنسبة الميني بستيلات صغيرة وراء را تقريبا حتى هم ستا سنتيم مادش اللي فيهم بالنسبة السلسلة البشاميل اللي قلت لكم ما غادش تضع لنا اللي شط لنا من لبسة ثلاث تاناخدها بننا بدو قشور الكروفيت وتاناخدها تنضيفها على تقريبا واحد ثلاثة المعلق نتوع الموتار دي كونه كبار وواحد شوية تعزيز زيتون وتنخلط مزيان هذيك الموتار مع هذيك سلسلة البشاميل اللي خدمنا بقشور الكروفيت وتجي الصراحة بننا تانخلطهم مزيان تانجيبوا هذو كل الدوائر اللي نتوعنا بعد مما دقيناهم بالفرشيطة وتانسرح فوقهم هذيك سلسلة البشاميل مع الموتارد تانجيب هنا يا الفترة بالنسبة لفترة المعلب بغيتوا تشحروه شوية تعال زويتا وشوية الملحة والبزارتي بقال لكم لاختيها انا انا ما شحرتوش خدمت بيب مباشرة بالنسبة لحك كنت على الفترة شحي لديرها البنات بالنسبة لنجاوب البنات اللي تيقول يا مريم الشي وصفات غالية ارا غير ما تتركزوش البنات بالنسبة لحك لفترة خمسة دراهم ارا يلا بيتتخدمي كل وصفة بوحدة ارا قتي صادية تنحاول زيما ما امكن على البنات متنكترش على اليوم حنت انا عارف عندي واحد اللي فئة بغيت بيع بتصور فلوسها واحد اللي فئة بطيب لوليدتها الله يحصل العوان بغيت شي حاجة اقتصادية بس انا حاول نخدم عليكم بجوجكم صافيتا نضيف حكم تاعة الطون تاورة خمسة دراهم را كينين بزاف مولين خمسة دراهم في المحامز ما عارفت شواش كينين عند جميع المدن عندهم كل شي خمسة دراهم تتلقاوا الفرماج الطون الفترة دراه اا قاعدك الشي المعلب صافي يعني اقتصادي بزاف صافي المهم تنوزع دك الطون تنجيب البصلة بزايد مقطعها ومشحرها بشوية الملحة شوية نتع الزيت شوية نتع البزار العافية مهي لو تنخطع لها باش تتقصل ما تتبقاش مكنزة باش تتجيز واينا تنحتها فوق هذا الطن وتنجيب الفرماج الحمر محكوك شوية المتزاري اللي محكوك بخلطة مع بعض زيتهم تنوزعهم من الفوق تنحت زويت هناك حلا تنرش بشوية عزاتر تنكلفران سخونة البنات بالنسبة الفرران سخون طورها دهناها بالزبدة بالنسبة البنات اللي تبعوا التدقيق تنرش شوية الفلفلة الوان نسيت ما قلتاش لكم تبنت ليا دابا وتندخلهم الفرران تنشعلهم من تحت حتى تتابو تنشعلهم فقط واحد شوية من الفوق ماشي بزاف من ينته تبوغي واحد شوية سوف يتنخرجهم بالنسبة المملحة تعتلي بلعها جراء تتجيلات الشكلة ده الصراحة تيجوا بنانا البنات تنتمنكم تجربوهم وتعتمدوهم في البلاطويات نتعكم بالنسبة تزين هنا زينتهم بشوية الفجل وزينتهم بشوية تعدد في من اللي شيطوا من الحشوة درتوا على شكل رولو درت هذا كل عويدة وتزين تيبقى على حسب الاختيار متاعكم رشوهم شوية تع السبولات شوية نتع المعدنوت بدعون توم كيف ما بغيتها البنات بالنسبة البصيطلات هم صراحة تيجوا على شكل بصيطلات غير ورين مربعين وعلى شكل مسيمنات يلاش تيوم تسحب كوش مسيمنات صافيتا ناخدوهم حتى هم ما مني نطابو تن... بالنسبة البنات اللي تيبغوا ياخدو لكم عندرا غطيبوا هات الشيق قبل نصف طيبة غطيبوا البصيطلات غطيبوا غطيبوا لهم مجميد حتى تبغيوا تتعطو للكليانت عادة جبدوهم تتكملوا لهم حينت كاي اللي تيسوني على هاد القادية بالنسبة لمهم اللحات التانين اللي صيبنا في الكاب كيك رات يدخلوا لهم مجميد بالنسبة الميني بيتزا حتى هم رات يدخلوا لهم مجميد صافينا يتنزين بالفرماج الحمر شوية المعدنوس شوية نتع الكروفيت شوية نتع الفلاف الالوان تزينتي وقال على حسب الاختيار نتعكم البنات بالنسبة التامن لي ميني بيتزا هو ثلاثة درهم بالنسبة اللي ميني بستانة بالكروفيت هو ثمانية درهم بالنسبة المملحة اللي بلدان تفيمي فهي فهو ستة درهم البنات تنتمنى ينالوا الاعجاب جالكم هاد الوصفات وتصفطوا اليد تطبيقات نتعكم على الانستغرام اللي هو العبار مريم او لا صفحة اللي على الفيس اللي يشيوة مريم وبصحة ورحة البنات وما تنسوش تدعموني بلايك وبرتاج الفيديو وبرتاجيه بجميع مواقع التواصل